السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلاً وسهلاً بكم في فيديو اليوم الذي سنتعلم فيه طريقة ترتيب الكسور باستخدام النماذج وخط الأعداد للصف الثالث الابتدائي فلترتيب الكسور 1 على 3 و1 على 2 و1 على 4 تصاعدياً أي من الأصغر إلى الأكبر الطريقة الأولى باستعمال النماذج فنمثل للكسر 1 على 3 بتضليل جزء 1 من الثلاث أجزاء المتساوية في أول نموذج ونمثل للكسر 1 على 2 بتضليل جزء 1 من الجزئين المتساويين في ثاني نموذج أما بالنسبة لتمثيل الكسر الأخير 1 على 4 فنضل الجزء 1 من الأربع أجزاء المتساوية في آخر نموذج وللحصول على الترتيب التصاعدي نقارن بين المساحات المضللة ونبحث عن أصغر مساحة نلاحظ أن المساحة المضللة في النموذج الثالث أصغر مساحة إذن الكسر 1 على 4 أصغر الكسور فنبدأ به ثم تليها المساحة المضللة في النموذج الأول أي الكسر 1 على 3 وأخيراً المساحة المضللة بالنموذج الثاني هي أكبر المساحات فيكون الكسر 1 على 2 في نهاية الترتيب التصاعدي ثانياً دعونا نرتب نفس الكسور الثلث والنصف والربع في المثال السابق تصاعدياً ولكن باستخدام خط الأعداد هذه المرة نرسم خط الأعداد بين الصفر والواحد وهي منطقة الكسور الاعتيادية ثم نقسمها إلى ثلاث أجزاء متساوية لتكون العلامة الأولى تمثل الكسر 1 على 3 والعلامة الثانية تمثل الكسر 2 على 3 أما العلامة الأخيرة 3 على 3 هي نفسها الواحد صحيح وبنفس الطريقة نرسم خط الأعداد تحته مباشرة ونقسمه إلى قسمين متساويين هذه المرة بتحديد علامة في منتصفه تمثل 1 على 2 أما لتمثيل الكسر الأخير نرسم خط الأعداد بين الصفر والواحد ولكن نقسمه إلى أربع أجزاء متساوية هذه المرة لتكون العلامة الأولى تمثل الكسر 1 على 4 والعلامة الثانية تمثل الكسر 2 على 4 والعلامة الأخيرة 3 على 4 أما الواحد صحيح فهو نفسه الكسر 4 على 4 كما تعلمنا سابقا وللحصول على الترتيب التصاعدي هذه المرة نقارن بين المسافة من الصفر إلى كل الكسر من الكسور الثلاثة المطلوب ترتيبها نلاحظ أن المسافة بين الصفر والكسر 1 على 4 في ثالث خط أصغر مسافة إذن الكسر ربع أصغر الكسور هنا فنبدأ به ثم تليها المسافة في خط الأعداد الأول بين الصفر والكسر 1 على 3 أي أن الكسر ثلث يأتي تالياً في الترتيب وأخيراً المسافة في خط الأعداد الثاني بين الصفر والكسر 1 على 2 أي أن الكسر نصف يأتي في نهاية الترتيب التصاعدي لنرى الآن كيف تأتي الأسئلة على هذا الدرس ممكن أن يأتي السؤال على شكل لون النماذج لتمثيل كل كسر ثم رتب الكسور تنازلياً أي من الكسر الأكبر إلى الكسر الأصغر هذه المرة بما أن الكسر الأول 3 على 5 نضلل ثلاث أجزاء من الخمسة أجزاء المتساوية في النموذج الأول وبما أن الكسر الثاني 3 على 8 نضلل ثلاث أجزاء من الثماني أجزاء المتساوية في النموذج الثاني أما في النموذج الأخير نضلل جزئين من الستة أجزاء المتساوية لأن الكسر 2 على 6 وللحصول على الترتيب التنازلي نقارن بين المساحات المضللة ونبحث عن أكبر مساحة نلاحظ أن المساحة المضللة في النموذج الأول أكبر مساحة إذن الكسر 3 على 5 أكبر الكسور هنا فنبدأ به ثم تليها المساحة المضللة في النموذج الثاني أي الكسر 3 على 8 وأخيرا المساحة المضللة بالنموذج الثالث هي أصغر المساحات فيكون الكسر 2 على 6 في نهاية الترتيب التنازلي أو ممكن أن يأتي السؤال على شكل استعمل خط الأعداد لترتيب الكسور التالية تصاعدياً نحدد موقع الكسر الأول 2 على 4 على خط الأعداد ثم نحدد موقع الكسر الثاني 4 على 5 على خط الأعداد الثاني وأخيرا نحدد موقع الكسر الثالث 2 على 3 على خط الأعداد الأخير وللحصول على الترتيب التصاعدي نقارن بين المسافة من الصفر وكل كسر من الكسور الثالثة المطلوب ترتيبها نلاحظ أن المسافة بين الصفر والكسر 2 على 4 في أول خط هي أصغر مسافة إذن الكسر ربعان أصغر الكسور هنا فنبدأ به ثم تليها المسافة في خط الأعداد الثالث بين الصفر والكسر 2 على 3 أي أن الكسر الثلثان يأتي تالياً في الترتيب وأخيراً المسافة في خط الأعداد الثاني بين الصفر والكسر 4 على 5 أي أن الكسر 4 أخماس يأتي في نهاية الترتيب التصاعدي ويجب التنويه هنا إلى وجود طريقة حسابية يمكننا استخدامها لترتيب الكسور تابع معي هذه السلسلة لتتعرف عليها في الفيديوهات القادمة وفي الختام أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو وتمكنتم من فهم طرق ترتيب الكسور باستخدام النماذج وخط الأعداد نذكركم دائماً بضرورة الاستمرار في التدرب على هذه المهارات الحسابية المهمة ولا تترددوا في مشاركة الفيديو مع أصدقائكم ومن يحتاج إليه وإلى لقاء آخر دمتم في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر